بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا البرنامج نتناول شرح الأحاديث التي وردت في كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فنبين معاني هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين أهم هذه الفوائد التي اجتملت عليها أحاديث الإمام مسلم وكذلك نبين أهم مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي جاءت في هذه الأحاديث من سنته الشريفة أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بلى أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح أحاديث كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد وصلنا في شرح أحاديث كتاب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دارا أو من مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء الله أكبر وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وفي الرواية فليذادن رجال عن حوضي أخوالي الكرام المقصود بالغر غرا الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس وقيل في قدم الفرس محجلة التحجيل يكون بياض في قوائم الخيل قوله صلى الله عليه وسلم بين ظهري خيل دهم بهم انظروا إلى الوصف الدقيق من نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بين خيل سود خالصة السواد أنا فرطهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الجنة يكون متقدم على الحوض متقدمهم متقدمهم يعني على الناس والحوض هو يعني مورد عظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحوض يرده من استقام من أمته وهذا فضل لأهل الإيمان والإسلام الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و يقول النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُلُّهُ قَالْ بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ يقول الإمام النووي كما في شرح كتاب بصلم يقول قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لاسيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح يعني المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا أي رأيناهم في الحياة الدنيا وأما القاضي عياض رحمه الله تعالى قال وَقِيلَ الْمُرَادِ تَمَنِّي لِقَاءَهُمْ بعد الموت وقال الإمام الباجي قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي يعني ليس نفيا لإخوتهم أو لإخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة هؤلاء إخوة صحابة رضي الله عنهم والذين لم يأتوا إخوة ولكن ليسوا بصحابة كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال القاضي عياض ذهب أبو عمر ابن عبد المر أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي رحم الله تعالى ذهب إلى إن هذا الحديث وغيره من الحديث يعني فيها فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من من كان من جملة الصحابة وهذا دليل على أن المسلم في هذه الأوقات في هذا الزمان بسبب أنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عن نزول الوحي وبعيد عن لقاء الصحابة فأنه يعاني من وجود المنكرات ووجود الغربة في هذا الدين بسبب انتشار المعاصي والذنوم وانتشار الكثير من الوسائل التي تزين للإنسان فعل وارتكاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله لذلك كل من يتمسك في دين الله عز وجل في هذا الزمن في هذا الوقت في زمان الغربة ويستقيم على دين الله عز وجل على الطاعة على الصلاة على اتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بالكتاب والسنة فلا شك أن له فضل عظيم عند الله عز وجل كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه و لا شك أنه قد يكون له فضل قريب من فضل الصحابة أو يعني أو أكثر و كما في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني يعني هذا على الخصوص ومعناه خير الناس قرني أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بهذا الحديث كذلك وإن رآه وصحبه يعني البعض أو لم يكن له سابق ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار كذلك وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة هذا يكون أفضل من كل من يأتي بعده فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل قالوا لا شك أن ذلك يعني فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك يحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم عليه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم يعني معناه معنى ظهري أي بينهما أدهم أدهم وهو الأسود أو السوداء ألبوهم قيل السود أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم على الحوض معناه أنا أتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم المؤمنين والمسلمين على الحوض هذا الذي الحوض الذي يرتاد المؤمنين فيه الماء وفي هذا الحديث أخواني الكرام أخوة الكريمات بشارة عظيمة لهذه الأمة لها من الشرف ولها من الفضل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول أناديهم هلوم يعني تعالوا تعالوا يا أيها المؤمنون أيها مسلمون وقوله صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنته صلوات الله وسلامه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يبين أن هؤلاء بعيدون كل البعد عن هذه الفضائل وعن هذا الحوض وعن هذا الفضل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما في الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر